نظام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ورشة عمل بعنوان المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط وللمزيد من التفاصيل يرضعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل أهلا بكم وبكل أسادة المشاهدين نتابع معكم تفاصيل هذه الورشة التي أطلقها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لمناقشة التحديات والصراعات الدائرة في الإقليم وجاءت هذه الورشة تحت عنوان المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط هذه الورشة يشارك فيها عدد كبير من المتخصصين وأيضا السفراء في الشأن الإقليمي وبدأت هذه الورشة بكلمة لدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والتي أكد فيها أن حالة اللايقين هي المعبرة عن الأوضاع في الشرق الأوسط وأن حسابات سوء التقدير قد تنذر بحرب إقليمية كبيرة ذات تدعيات حرجة وأكد أن إسرائيل تسعى إلى حدوث نكبة فلسطينية جديدة وهذا يضع علامات استفهام حول مستقبل القضية الفلسطينية هذه الورشة تضمنت جلستين رئيسيتين الجلسة الأولى كانت بعنوان التحولات الجيوستراتيجية في الشرق الأوسط إلى أين وتم الحديث عن أفاق التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وكانت الأراضي تدور حول استمرار هذا التصعيد على الأرجح نظرا لأن الطرفين لديهم عدد من المبررات التي يعني يريدون من خلالها أمن يستمر هذا التصعيد في المنطقة أما الجلسة الثانية كانت بعنوان نحو إعادة بناء إقليمي مستقر ومستدام وهنا تم الحديث تحديدا عن آليات التحفيز للتنمية وإعادة الإعمار ما بعد الصراع بمشاركة عدد كبير من الخبراء في هذا أشياء وتم الحديث عن مستقبل الدولة أيضا في ظل الأزمة السودانية الموجودة وتم التأكيد على أن مصر دائما ما تمارس سياسة التوازن الاستراتيجي في تعاملاتها في الإقليم وأن هذه هي سياسة مصر الدائمة أيضا سيكون هناك عدد كبير من التوصيات التي تؤكد على وجود رؤية استشرافية لإعادة صياغة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط إذن ندوة هامة يشارك بها عدد كبير من الخبراء لمناقشة التحديات الجارية في الإقليم هذه هي الصورة والآن عودة إليكم مرة أخرى